موسيقى تشاهدين أن أحييكم من جديد صحيفة الأهرام كما أكدنا دائما هي قلعة الصحافة المصرية وكما أكدنا أيضا جزء من حياة المواطنين ومن زاكرتهم ووجدانهم زيها قلت زي الفول والطعمية الصبح والشاي معاها صحيفة الأهرام صحيح بسبب أوضاع الصحافة المكتوبة عموما بعد تنامي الصحافة الإلكترونية والصحافة الفضائية ربما اختلف الوعد لكن تظل صحيفة الأهرام عنوانا لحال الصحافة في مصر إيه اللي حصل في صحيفة الأهرام؟ ما الذي حدث؟ صراعات وصدمات وجبهات متصرعة أدت إلى أن رئيس مجلس الإدارة دكتور رحمد سيد مجار قدم استقالته فيه قبلها قضايا ومشاكل وأزمات وبعدها أيضا ما زالت المشاكل والأزمات مستمرة دكتور أحمد سيد نجار ألميك بدون دكتور بدون دكتور طيب خلينا هنا آآ آآ سيدة أولا آآ يعني أول حاجة هل قدمت استقالتك لأنك استشعرت أنه آآ آآ اللي جاي ليس في صالحك وإنه في تغييرات قادمة آآ بالتأكيد آآ مش هيكون آآ أحمد سيد نجار آآ آآ موجودا فيه هل قدمت استقالتك استباقا لتغييرات يعني فقلت لما قدم الاستقالة مبكرا مطلقا لا يمكن أفكر بهذه الطريقة على الإطلاق آآ أنا قدمت الاستقالة أنا دائما في أي حاجة بعملها لآخر لحظة أنا موجود فيها بأدي عملية أنا قدمت الاستقالة اعتراضا على الخطاب اللي أرسلته الهيئة الوطنية للصحافة اللي أنا يعني باختصار زي ما قلت لهم فيه الخطاب اللي بعدته أنه ده غير قانوني إنه هو رئيس مجلس إدارة لا يتخذ أي قرارات إدارية أو مالية أو جزئات أو تعينات أو أي قرار من أي نوع طب هو بيعمل إيه؟ إذا فيه حد عايز يستمتع بأنه موجود ويقع اسم التايتل أو العنوان بتاع المنصب عنده ويأخذ مرتب بتاع المنصب ما حيولك يكفيك اسمك على صحيفة الأهرام اللي محتاجين ده أنا من قبل ما يجي من قبل ما يبقى اسمك زي دارة الأهرام أنا اقتصادي اسمي يعني هو يكفيني يعني أنا في الحقيقة من قبل ما روح في ناس يعطيها المنصب قيمتها أنا في الحقيقة أخذت قيمتي وأنا رايح للمنصب لأن هذه الدولة وأنا مختلف أيام مباركة أنا واخد جازي الدولة التشجيعية في الاقتصاد سنة 99 واخد جازي الدولة للتفاق في العلوم الاجتماعية سنة 2012 يعني رايح وأنا قيمتي معي طب هذا مش خطاب أرسل للجميع؟ أرسل للجميع لأننا بشر وردود الأفعال مختلفة يعني فينا استقبل هم أحرار وأنا لا ألوم على أحد في ده لكن أنا بالنسبة لي لم أتعود إطلاقا أن أنا موجود في أي مكان سكرتاريا أنا موجود عشان عندي صلاحيات أمارسها لأن أنا شايفي أن أنا الأكفأ في ممرستها وبالتالي أنا اعتراضا على هذا الخطاب قلت لهم بتقدم باستقالتي وأدى اللي أنا عملته في المؤسسة في الفترة اللي كنت موجود فيها عشان برضو يبقى الموضوع واضح إيه اللي حصل في المؤسسة في الثلاث سنين وثلاث شهور ونص اللي أنا عدتهم فيها طيب قبل الاستقالة دي أكتور أحمد وبالمناسبة أنا قدمت استقالتي مرة سابقة في 13-4-2016 للأستاذ الفاضل جلال عارف وكان بسبب اختلاف موقفي مع موقف النظام السياسي فيما تعلق بـ تيران وسنفير فأنا عملت الاستقالة يعني أنت لمجرد إخلاف موقفك مع النظام السياسي في الدولة في قضية هي صحيح قضية حيوية يعني جوهرية ده وطن أرض وطن يعني تقدم استقالتك لأنه أنا كتبتها كالتالي نصها تقريبا كانت قصيرة جدا رفعا للحرج عن النظام السياسي وعن المجلس الأعلى للصحافة وحماية لمؤسسة الأهرام الحبيبة التي أفتديها بعمر ده نصها ومن أي نوع من التربص أو الترصد أو التحيص ضدها نتيجة موقف السياسية فأنا بتحمل موقف السياسية وبترك المؤسسة فأستاذ جلال عارف الحقيقة واللي استقالة موجودة عنده نصها وأنا موجودة عنده نصها قدمتها في 13-4-2016 لما أخذت موقفا مؤيدا لمصرية الجزيرة تينيا أنا اللي فجرت الأضياء أصلا يعني بدءا من قبل ما تعلن الاتفاقية كتبت حاجة على حسابي على الفيسبوك سلاما لحدود مصر من تيرانو صنافير إلى السلوم فالنازل تغربت ليه تيرانو صنافير فبعدها بيومين أعلنت الاتفاقية فكتبت تيرانو صنافير وفقه تأسيس الأوطان ليه هم مصريين قلبا وقالبا وتاريخا قديما ووسيطا وحديثا طيب بس أنت أنا لا تحدش في ذينك يا دايما الأهرام هي صحيفة الدولة صحيح الدولة مفهومها أعم وأشمل لكن يعني واقعيا في النهاية تعبر عن توجهات النظام يعني مش هنقول يعني آه في مساحات من الحرية في التعبير والاختلاف نعم لكن التوجهات الأساسية في الأهرام تحديدا يعني لا يجب أن تكون هناك خلافات فيها قضايا حيوية من هذا النوع لم تكن تعاملاتي مع الأهرام إطلاقا بهذه الطريقة أنا دائما تعملت أن في الحرية لها سأف أنا دائما بقيم دماغي لحد أقصاها إذا صدمت في السأف أحاول أشوف نرفعه إزاي يعني أنا هازكر لحضرتك مثال في سنة 2004 أنا كتبت مقال عن أداء حكومة دكتور عطف يبيل وكان مقال أن الأداء سلبي جدا واحتجوا وعترضوا وبعت للأهرام ثم في 5 يوليو من نفس العام دي كان في فبراير 2004 في 5 يوليو 2004 كتبت مقال وأنهيتك التالي لابد من إقالة حكومة دكتور عطف عبيل بسبب سوء الأداء وأنها ضمرت المؤشرات الاقتصادية المصر وحتى لو تمت الإقالة فهي إقالة متأخرة للغاية وأقيل بعد أسبوعين وأقيل بعد أسبوعين فهنا أنا بتعامل مع جريدة الأهرام إنه هي جريدة قومية فعلا تستطيع أن تستعب كل الأراء السلمية التي لا تدعو لأي فتن طائفية لأي عنف الغير اللي هي الصيغة اللي تدي الأهرام قيمتها وقامتها تاريخيا إنها يعني جريدة هذه الأمة اللي هي تستطيع استيعاب كل الأراء السلمية والتنورية والليها علاقة بالتقدم في الوطن بس البعض هيقولك بوضوح ما مش حينفع في الأهرام لما يكون التوجه الأساسي للدولة مع سعودية الجزيرتين لأسباب عددها النظام وقتها يعني في أكثر من اجتماع عقد فيه اجتماعين ثلاثة عقد ويطلع رئيس مجلس دارة صحيفة الأهرام وكتب مقالة المقالة لم تنشر مش كده عن نشرتها على حسابي على الفيز وفي عمل تنشر قد الأهرام والأخبار والجمهورية مع بعض بس هي مين اللي منعها في الأهرام طبعا هو هيقال يعني رئيس تحريبس طبعا هو لا يجرؤ يعني هو الموضوع الأجهزة الدولة يعني يعني هو الموضوع الأجهزة الدولة يعني وبالتالي الموضوع أنا بالنسبة لي ليس عندا فيه أحد الموضوع انتصارا للحقيقة والعلم ومصلحة الوطن وبالمناسبة دائما فكرة أنت تغير الوضع القائم يعني إذا كان وضع الأهرام زي حضرتك قلت أنا جيت في سنة 2014 خدت موقف أثناء انتخابات الرئاسية إننا لن أنحاز لهذا المرشح أو زيك حتى لو فيه مرشح مفهوم أنه مرشح دولة ينبغي أن نكرس وضعية جديدة فكتبت مقال واحد اسمه محمدين والسيسي ومستقبل الوطن وعدت ما هو إيجابي وما هو سلبي عند كل واحد منهم ثم أنهيت المقال بأننا لن أكتب مرة أخرى حتى لا يكون هناك أي انحياز لأي من الطرفين والجريدة في معالجتها ليه الانتخابات ينبغي أن تكون متوازنة وكانت إلى حد كبير متوازنة حتى المرة الوحيدة اللي حصل خطأ وكان حصل خطأ في الحقيقة قبل جاسيم يعني الجريدة اعتذرت عنه تاني يوم وأنا شفت أن الاعتذار مش كافي فاعتذرت على حسابي على الفيسبوك اعتذار قوي وواضح ومستقيم طيب خلينا ندخل في العضية الأساسية قبل المشاكل والمتعلقة بالجوانب المالية وهل ما تحقق نجاح أم فشل بس في جانب متعلق أحمد سيد نجار رئيس مجلس إدارة نعم وبالتالي لا علاقة له نهائيا بالتحرير الصدام بدأ من هنا إنك رئيس مجلس إدارة ولكن تريد أن تهيمن على التحرير أو على الأقل تشرف عليه وبالتالي تعددت الصدمات يعني أنا عيشت في مؤسسات الصحفية يتم الفصل تماما بين التحرير والإدارة لأن أنا لو كرست هذا المفهوم وهذا المنهج إن الإدارة تتدخل لا ده في منتهى الخطوة هو ده اللي يفقد الصحافة استقلاليتها أنت رئيس مجلس إدارة نعم كيف يعني هنا المشكلة بدأت من هنا إنه أحمد سيد نجار يعطي نفسي الحق في التدخل في التحرير إطلاقا لأنه في الحقيقة الموضوع كان بيبقى كالتالي لما يحصل خطأ جسيم المفترض القانون واضح وصريح رئيس مجلس الإدارة هو مسؤول ويشرف على كل الكائنات والإدارة الوحيدة اللي اختصها القانون بالذكر يا التحرير بيما فيها إدارة التحرير ده القانون ورغم ذلك أنا الحقيقة كان بيحصل تدخل بعدي بمعنى إنه يحصل خطأ جسيم فلازم تراجع التحرير ولازم تحول المسؤول عنه لتحقيق يعني مثلا لا الخطأ الجسيم ده من يحدد إنه خطأ ما جاز يعبر عن وجهة نظر لا مش وجهة نظر يعني مثلا لما يبقى فيه الخطأ الخاص مثلا بنيابة الانقلاب حد كتب نيابة الانقلاب الحقيقة إنه هو حتى لو رأيه ده مش ده بقى زي ما حضرتك قلت في الأول دي جريدة الدولة يعني ورغم كده ما حسبش على كلمة إنه هو كتب نيابة الانقلاب هو حسب على إنه ده مش كتابته هو سحبها من موقع وبما إنك ما أشرتش الموقع بتعتبر في عرف الصحافة سرقة فحسب فخدها بصياغتها يعني خدها ولم يراجعها هو موقفه مش كده هو الراجل تماما مع الدولة لكن لم يراجع ما سحبه من موقع معه ده لا يليق بالمؤسسة الأهمية ده مؤسسة كبيرة وبتعطي أفضل مرتبات بالنسبة للصحفيين المرتبات الأقل هي الرئيس مجلس الدراء ورئيس التحرير بالمقارنة بالمزراءهم في القطاع الخاص لكن المحررين عندنا هما الأفضل على الإطلاق وبالتالي تمت المحاسبة فحاجة من هذا النوع لازم بحول التحقيق إنه في حد سحب حاجة من موقع آخر ما بازلش مجهود كصحفي ما اشتغلش كصحفي ده لا يليق ولا يجوز بس ده مسؤولية رئيس التحرير يعني خلينا كنوا واضحا مسؤولية رئيس مجلس الدارة أفكر بقى إزاي أدير المؤسسة إداريا أنمي موارد المؤسسة هو ده كان بيحصل طوله أزود إعلاناتها إزاي أزود مكاسبها أحاول إزاي أن أنا أدير هذا العدد الكبير من العاملين أهرم دولة دولة بمفهوم إنها عملاق الصحافة المصرية طيب أستاذ واقل هو من المسؤول إزاي كان المحرر ورئيس القسم عدت والديسك المركزي عدت ومدير التحرير ورئيس التحرير فيه من يدير من يرأس كل هؤلاء هو رئيس مجلس إدارة وبالتالي حماية للمؤسسة ولمستوى التحرير فيها بس هي أضية تحرير يعني رئيس التحرير يوقع العقوبة هنا تتحرير لا العقوبة في الحقيقة هنا بتبقى شؤون قانونية لإن أنا بحبش إنه توقيع عقوبات مباشرة بفضل عقوبات بشؤون قانونية ما عدا العقوبات اللي أنت بترغب في عدم دخولها في إطار الصلاحيات لازم تبقى صلاحياتك وترغب في عدم دخولها في شؤون قانونية لو رئيس تحرير أخطأ مثلا فيبقى فيه محاسبة مباشرة عشان ما فيش يعني طب إيه النمازج التانية اللي تدخلت فيها عشان أقولك أنا كمان نمازج المختلفة يعني أنت لقيت نيابة الإنقلاب فطبعا هو ما فيش شك مشكلة كبيرة لكن طبعا وكمان حسن النية عندنا في الصحافة ما بيغسلش الأخطاء يعني لا ده مش حسن النية هل أن أنا أخذ حاجة من موقع آخر وما أقومش بشغلي ده حسن النية لا طبعا ده على الأقل أنا مش عايز أشتغل بعمل حاجة لا يليق ولا يجوز وللتسميتها صعبة يعني لا أنا بتكلم في أنه ما فيش سوء نية في أنه هذا المفهوم يصدر للناس أن دين يابة انقلاب يعني أولا إهانة للهيئة القضائية وإهانة كمان لسلطة الحكم الحالية وكلهم احتجوا وما احتجوش عند أي حد احتجوا عنده أنا وبالتالي كان لازم يبقى فيه المحاسبة والتحويل لشؤون قراري طيب فيه مثلا نموزك تاني آه فيه يعني شخص متعقد معاه فيه كان بيعمل كمراسل في ليبيا عندنا مراسل من الأهرام العربي في ليبيا ممتاز يعني بيقوم بدروز زميلنا أستاذ أحمد عامر مراسل لكن كان فيه اتفاق قبل ما أستاذ أحمد عامر يبقى مراسل الأهرام في ليبيا كان فيه اتفاق مع مراسل مقيم هناك فأرسل للأهرام آه موضوع منشور بقى له يومين في حاجة تانية في موقع تانية طبعا ما رجعش فاتنشر الأسوأ إنه اتاخد منه للصفحة الأولى باعتبره خبر مهم جدا آه موضوع في الصفحة الأولى بعنوان مختلف تماما حتى المكتوب يعني هو كانت الموضوع كله كان عن بنغازي اللي في الصفحة الأولى عن طرابلس وطرابلس وضع يختلف تماما عن بنغازي لا هو كده كان حاجة عملياتية في المدينة آه عملية آه يعني الجيش الليبي بيسيطر على منطقة القوارشة في غرب بنغازي فتحولت إلى طرابلس فهنا في الحقيقة كان خطأ جسيم يعني وخطأ جسيم فيه استهتار لأنه حتى الموضوع اللي هو متاخد وده جريمة أخرى طبعا أنا أوقفت نهائيا هذا المراسل لأنه في الحقيقة أنه يسحب مقال منشور في موقع آخر ده إهانة للأهرام والأهرام في الحقيقة فيها أداء تحريري ممتاز في داخل الجورنال يعني زملاء العميل طبعا أنت أنت بتحدث عن بعضا أن الأهرام فيها الكتاب والصحفين الكبار والصغار لا حتى مش بس صفحات الرأي المتنوعة والأفضل في كل الصحف المصرية طول الوقت الحقيقة صفحات الرأي في الأهرام في الحقيقة مستوى تمام بس الحق التحياءات والحوارات وغيره عندنا مستوى تمام بس عاملو ما فيها إدارة التحرير هنا لما حصل خطأ ومر من الجامع لازم حاسب على أي الأحوال في حاجات من هذا النوع أنا كنت مثلا يعني ببص على الجورنال قبل ما يطبع وبرجعهم في التحرير يعني لو أنا مشيته من عندي للمطبعة يبقى نتكلم عن أي تدخل طب ما أنت مجرد أنك تطلب البروفات بس وتشوفها ده تدخل طب أنا هقول لحضرتك حاجة تدخل يما اطلع قرار كده لا هقول لحضرتك حاجة رحمة الله عليه وهو أستاذ الأساتزة يعني كان بيعلق بروفات الجورنال عشان لو أي حد حتى من السعاء شف خطأ بيديله مكافأة يعني أصلا بيعلق بروفات الجورنال وأي حد معدي مش مغرد الناس المختصين في ديسك مركز أو غيره ده أي حد في الجورنال معدي مما فيهم زملائنا السعاء أو غيره وشف خطأ بياخد كان وقتها من المكافأة ربع جنيه ربع جنيه ده كان رقم في السك بس هنا ينطلق من روح التعاون والحث على الخوف على الصحيفة إنما أنت بتنطلق من روح تفتيش لا نفس الروح والتدخل بالعكس كان نفس الروح وكانت بالمناسبة مقبولة وما كانش في أي حاجة فيه فقط لما حصل كان فيه لقاء تلفزيوني بيتعمل معايا في التلفزيون المصري شهريا يعني كنت كفيت عن الظهور في كل التلفزيونيات الأخرى وبزهرت مرة واحدة في التلفزيون المصري شهريا لحد ما وقف هذا الموضوع يعني توقف يعني توقف توقف واعتبرت ده أيضا نوع من العدم الروح ولا فرق معايا لأننا أصلا مجهول مطحون إداريا في الإدارة المؤسسة والكائنات التابعة لي فما كان يعني كنت بقتطع وقت على حساب يعني نفسي يعني فالمهم في أحد اللقاءات فأنا يعني كان بمناسبة موضوع نيابة الانقلاب فكان في معمول هاشتاك كده إنه إقالة أحمد النجار عشان نيابة الانقلاب فقلت بالحقق اللي عمل هذا الهاشتاك يعني ده حد يعني مضطر أقول كلام جارح يعني يعني حد لا علاقة له بالصحافة أو يعني ده هزيان يعني ليه؟ لأنه أنا لا علاقة له بهذا الموضوع ده المحرر رئيس القسم ديسك مركزي مدير تحرير التصحيح رئيس تحرير أنا مهمتي المحاسبة بعد ما يحصل الخطأ إنما اللي مهمته إنه ما يحصلش الخطأ هم دول في التحرير ده احتراما لفكرة استقلال التحرير فعلى أي الأحوال؟ أنا فقط في بعض الحاجات لما يوصل مثلا إيه الحاجات اللي كانت بتأخذ على أنها تدخل في التحرير؟ إنه عايز يمدي الناس أنا عندي جورنال فيه أكتر من 800 واحد صحفي ده الرقم القياسي العالمي غير قبل للتحطيم بالمناسبة اللي هو الأهرام اليوم 800 صحفي وصل 830 في وقت من الأوقات لحد ما طلع عدد بالمعاشية فلما يبقى حد خارج أنا بقول فقط الكاتب الكبير اللي له قراء هو اللي يستمر تعاقد معاه أو يعمل بالنظام المكافأة إنما زملائنا اللي في الديسك أو غيره طب خلي مجال لي جيل الوسط إنه يطلع إنه ياخد مكانه وبالتالي إن فيش مبرر لإن أنا أفضل متعاقد أو يعمل بالنظام المكافأة وأنا عند كل هذه الأعداد في الحقيقة اللي هي الجورنال يطلع بـ 80 واحد ودي رأي رئيس التحرير بالمناسبة يعني مرة من المرات أقل اللي بيشتغله فعليا ما يدوش عن 70-80 واحد فهنا الموضوع إنه لما يبقى في حد هو عايز ينديله أو عايز يعمل بالنظام المكافأة وأنا أرفض يعتبر أنه تدخل في شؤون التحرير أنا بس مش حابب دي أمور داخلية في الأهرام أرجو ألا لن تكون داخلية في الأهرام أنا بس أنا فكرتي إيه بس طب لا كمان موضوع مكتب اسكندرية يعني أنت تعين تعين رئيس التحرير يعين اسما وأنت تعين اسما آخر مش صحيح ويحصل حتى الأمر إنه يحصل خناءات بين الناس لا مش صحيح يا أستاذ مش صحيح بالمناسبة طلب تعين مدير تحرير لمكتب الإسكندرية اللي هي الأستاذة الفاضلة سهيلة نظمي اللي طلبه رئيس التحرير وأنا اعتمدته ومعتمد من 2015 فيش جديد هو اللي قرر إنه هو يرغب في إنه يحط حد مكانها فعين اسما آخر لا يستطيع لا يحقله هي نتعين فعلا مش منتدبة نتعين مدير مكتب الأهرام في اسكندرية لا بس من حقه كرئيس تحرير إنه يعين اسما آخر لا الحقوق في هذه الحالة إنه هو لو عايز يستبدله هو أولا ما طلبش استبداله وطلب إن فيه حد تاني يبقى مسؤول عن التحرير ووافقنا إنه حصل موافقة لأنه يبقى مسؤول عن لأنها أصلا هي مديرة عن مواقع اسكندرية يعني يتحل محل رئيس مجلس الإدارة في إدارة مواقع اسكندرية غير منصبها كمدير تحرير مدير تحرير ده مش للأهرام اليومي ده لمؤسسة الأهرام يعني الأهرام والستاشر أو سبعتاشر إصدار اللي عندها آخرين وبالتالي هو اختار إنه الأهرام اليوم يبقى فيه حد اللي بيشرف على الجزء الخاص بالتحرير الخاص بيه ده لازم أنا أعتمده يعني في النهاية يختار فنلازم أنا أعتمد إذا لم يتم الاعتماد لا يكون قرار فهو المشكلة أنه عملها في صيغة قرار ورح نشرها من غير ما يعرضها علي وبالتالي بدأت مشكلة من هذا النوع أنا لا أسعى لمشاكل على الإطلاق لأننا عندي هم إداري كافي طيب ما أنا بقول لك ده إنما لا يحقق يعني أنت عملك هموم وأزمات لا يا حر ما تخلنيش مشغولا بإنه فلان كتب إيه هنا رئيس تحرير مش موضوع كتب أتكلم رئيس تحرير إنه لابد من توقيع عقاب يتعلق بهذا الخطأ روح التعاون هنا هتبقى أفضل إن بالمناسبة بالمناسبة برضو هو طلب تحقيق في موضوع نيابة الانقلال آه يعني هو طلب تحقيق شون قانوني يعني أنا تحولته هو طلب تحقيق يعني الموضوع كان بالنسبة له برضو إنه الأخطاء اللي من هذا النوع لازم يتم الحاسبة قانونية فهنا الموضوع وفي البداية بالمناسبة كان الأمور فيها توافق تماما أنا بقول في بقى في اللقاء اللي هو ده لما حصل آه إنه الزميل الفاضل المزيع اللي كان بيحاورني وقتها فبيقول لي فيه هاشتاك كذا فقلت له دي مسؤولية رئيس التحرير مش مسؤوليتي فأنا طول الوقت كنت بيتحمل كل شيء فأنا بقلت لا عند هذا الحد لا مش هتحمل دي مش مسؤولية مسؤولية المحاسبة بعد كده بس فبدأت الأمور تبقى أصعب شوي طيب بس هنا كمان أنت يعني حتى في مداخلة سابقة معايا قلت إنه لا مستوى المقالات في الأهرام في عدد كبير ممن يكتبون مقالات أو في بعض يعني من يكتبون مقالات دون مستوى الأهرام ما هو ده كمان ده مسؤولية رئيس التحرير هو طبعا هي مسؤولية رئيس التحرير لكن في حدود يعني فيه فرق بين مسألة المستوى لأنا قلت وقتها عدد أليل يعني لأن إحنا عندنا أفضل صفحات رأيه في الصحافة المصرية تاريخيا يعني وما زال حتى الآن وفيها تنوع في الحقيقة ما زال حتى الآن جيد رغم أنه هو تناقص نسبيا يعني لكن لما يبقى فيه مقال في الحقيقة يبقى فيه نوع من الإساءة لأصلا لقيم الأهرام الأساسية في الكتابة ثم يروح يعني المذاكرة تفسيرية أن إحنا ده إحنا قصدين بالمجتمع اللي عاملينها دي فلان فده لا يجوز ده مش قدر الأهرام الأهرام أكبر من كده بكتير ده اللي كان حصل عندي بقى بالفعل موقف قوي ويه كان حصل فعلا لتقدر تقول عليه أنه هو فيه نوع من التدخل آه هو يعني هو خطأ طبعا أنه فيه حد يكتب ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة حتى لو بالغمز واللمز والأهرام الكتابة نفسها موسيقى للأهرام بغد نظر عن هي مقصود بهمين يعني ده مستوى لا يليق بالأهرام يليق ممكن يتنشر في صحف بإنسان منها صحف صفراء آه بس أنت عرف كان يمكن لحمد سيد نجر أنه يتجاوز ذلك ويكون أكثر قوة بإنه يقول أنا حتى رغم أنه هذا المقال بيشتبني أو بينتقدني خلينا نقول بينتقدني يعني لكن أنا لا يمكن أبدا أن أحذف مقالا أو أطلب كمان أعلن حالة الطوارئ في صحيفة الأهرام وأوقف الطباعة لم يحدث لحين لم يحدث لا 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 لم يحدث اللي حصل كالتالي أنه هو المدير عام المطابع بعدما الجرنال خلاص المفترضي ينزل وده لرئيس التحرير احتجز الجرنال لحد ما لازم ينزل بالمقال المقال أصلاً ما كانش المقال ده بالمناسبة لا مقال قديم من أبناء مقال قديم والكادي نفسه انتهت بالمناسبة انتهت تجديد ليه يعني كنت أوقفت مش هيتجدد له لأنه هو أصلاً على المعاش من سنة 2012 خلاص لما ينتهي تجديد بس هنا 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 فكرة لا شل المقال بتاعه يعني تتناقض حتى والله حتى لو بينتقدني هقول للمقال مش موضوع الانتقاد وهنا القوة يعني يا أستاذ وائل مش موضوع الانتقاد موضوع هذا الأسلوب لا يليق بجريدة الأهرام بغض النظر هو عن أستاذ وائل ولا عن أحمد النجار ولا عن علي ولا سين ولا صاد ولا عين من الناس خلاص ده لا يليق بمؤسسة الأهرام وبالمناسبة لم يحصل على ما وفقاً ويعمل كاتب عمود لأنه هو في الحقيقة تقديري إنه بالفعل ولازم بتبقى فيه موافقة من رئيس ماليس الإدارة بيقترح أو بيرشح رئيس التحرير لازم تبقى فيه موافقة مني ما فيكنش فيه موافقة لا بس يا الرجل بيكتب مهو بيكتب فأمر واقع أنا قصة الموقف معاه وفقاً رضائي عنه أو عدم رضائي عنه لا من البداية بالمناسبة من البداية بالمناسبة أنت من المؤمنين بحرية التعبير حتى لو أنت تشغد عنه ده بالعكس ده يحصنه أكتر التدني في الكتابة لا علاقة لها بحرية التعبير لكن بالمناسبة الموافقة أو عدم الموافقة من الأول أنا مكنش موافقة على مسألة الكتابة عمود لأنه في الحقيقة يعني ممكن يكتب مقال لكن صعباً أنت تدي حد عمود يومي لأنه دي في الحقيقة مسؤولية كبيرة وبيبقى حد يعني ورى ورى ظهره تاريخ هائل عشان تقدر تسدقه بس أنا شايف كل ده كمان يعني أنا بناء الشكل هاي ببوضوش هيد ده مسؤولية رئيس التحرير وإنت مسؤوليتك إزاي أنمي موارد الأهرام إزاي أعزز مكاسبها عمود دي نقطة همشية أصلاً يا أستاذ وايك لا 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 حالة الغليان ما انعكست بقى بالمناسبة منعكست الجبهات يعني أصبح الأهرام برصين وإنت عارف أنه يعني لا عمر الأهرام مكانت برصين لسبب أنه في الحقيقة القانون والليحة واضحين هو رئيسي واحد للمؤسسة هو رئيس مجلس إدارتها لأنه زي ما انت عندك الإدارة العامة للمطابع إدارة العامة شؤون العاملين إدارة العامة شؤون قانونية وكالة الأهرام الإعلان إدارة العامة للإعلانات في إدارة العامة للتحرير هي إدارة زي الإدارات ولكنها لها وضع مميز بحكم أن دي مؤسسة صحفية وبحكم أن الأهرام هو عماد هذه المؤسسة الصحفية وطول الوقت بالمناسبة أنا الجهد اللي بيوزل فيه تحسين والحفاظ على التوزيع يعني هائل يعني كان ممكن ببساطة يعني احنا عاملين فتح عدد ضخم من نقاط جديدة للتوزيع عشان زيادة توزيع الاهرام الحفاظ على تفوقها انها رقم واحد رغم كل ما حدث للصحافة المصرية الورقية من تراجع أو غيره تظل المؤسسة الاهرام أعلى بكتير من الجريدة اللي بتليها ويظل تأثيرها هو الأعلى في الرأي العام وفي النخبة وفي صناعة القرار وبالتالي أنا كنت معني بده بأنه التوزيع فتح عدد ضخم من نقاط التوزيع وبالفعل حصل ويمكن مراجعة الإدارة على عمل التوزيع كل ده في مسئولياتك رئيس مجلس إدارة همه فعلا أنه التوزيع يزيد والإعلانات تزيد وإدارة موارد الاهرام ده هم كبير يعني لا يجب أن يشغلني فلان كاتب مقال ولا في لأنك قلت بعد كده كمان وجدت أن الصور المنشورة المعبرة مثلا عن تفجيري طنطة والأسكندرية ليست لائقة يعني ما هو ده كإني بتاهم رئيس التحرير أنه لم يعمل القواعد المهنية والأخلاقية وهو ده حقيقي يعني ما تنشو الرجل مقطوعة وما تنشو حد مقتونه ده كإنك بالضبط بتقدم لهذا التنظيم الإرهابي الدنيء بتقدم له حاجة في الحقيقة أنه هو يعمل يكسر روح الناس يعني في الحقيقة وإضافة لأنه الجسامين لها حرمة ومش ده الأهرام الأهرام ما بتدخلش سباق مع الصحف الصفراء أو في نشر إثارة من هذا النوع يعني وأنا محبش حتى الكلام عن حاجات من هذا لأنه دي حاجات داخلية أنا كنت أعلم أنها تظل تظل داخلية ما هو السؤال بقى اللي أنا أسألوك هنا أنا كان في يقيني واعتقادي ينجح أحمد سيد مجار بقدر احتوائه لكل هذه المشاكل وبقوة التنازل والتسامح إنما الصدمات تخسرت اللمهات المختلفة تخسرت يعني هذه الروح لازم يخسر فيها أحمد سيد مجار كرئيس مجلس الدار لم أعمد وأبدأ إطلاقاً مسألة إن أنا أخرج كل أي مشكلة من المشاكل الموجودة للخارج كنت دائماً بحاول إحتواءها في الداخل من قام بذلك هو طرف آخر مش انا حتى لو في أطراف لا يجب أن تدفعك للانتقام والصحر لا يبقى إطلاقاً عمري ما دخلت في انتقام والصحر بتدخل في الرد لأنه في النهاية في شيء خرج في الخارج فلازم ترد وإلا في الآخر بيبقى الموضوع كأنك مقر بكل ما جاء وبكل ما لا لا بس زي ما قلت لك أنه ينجح أحمد سيدنا جائزة بالفعل نزع فتيل هذه الصدمات حتى لو هو تنازل حتى لو جاءت على حساب تسامح يعني حتى قوة التنازل هنا وقوة التسامح أكبر من الفقر والانتقام لا في الأمور الشخصية أنا متسامح جداً في الأمور العامة الخاصة بالمؤسسة دي حقوق مؤسسة ولازم حماية المؤسسة ولازم حماية القواعد فيها بالمناسبة يعني أنا لما استلمت المؤسسة الوضع المالي فيها كان منهار كلياً ومنهار كلياً ليه؟ في سنة 2011 تم الموافق على تعيين 2221 فجأة مؤسسة عدد العاملين فيها في 2011؟ آه كان دكتور عبد المنم سعيد تعيين كم؟ 22021 بس اللي يعيينهم هو ومن بعده أستاذ لبيب السبع الله يرحمه وأستاذ عبد الفتر ده ما بين صحفين وعملين ولا كله عاملين؟ كله صحفين وعملين وصحفين وكله يعني في الحقيقة في مؤسسة عتعدادها في الوقت ده كان حوالي 8000 فجأة بتحطي لها هذا الرقم أنت بتحملها يعني بعدد ضخم وبلا مبرر لأنه جزء كبير جداً بطالة مقنعة يعني أنا في الفترة اللي موجود فيها خرج حوالي 1200 على المعاش كل اللي تعيينه 25 ليه؟ لأن أنا عند بطالة مقنعة أصلاً في عين ليه؟ لازم تبقى فيه وظيفة حقيقية شاغرة الأسوأ من التعيينات أنه عملوا حاجة اسمها حوافز الجدول حوافز الجدول أضافة عبء مالي على الأهرام في اقتصاد مصر نازل وحالته سيئة فيه إعلانات في مصر كلها كانت بتتدهور بشكل هائل وبزداد في الأهرام في 2011 أضافة على الأهرام عبء سنة 180 مليون جنيه سنة وليس يعني إيه حوافز الجدول؟ أضافه حوافز للعاملين كل العاملين تبدأ من 800 جنيه لحد أظن 2900 يعني في المتوسط احنا بنقودها في المتوسط 1500 تبقى حوالي 180 مليون جنيه إضافية للأجور وما في حكمها فيه عن طريق حوافز الجدول كان منطق أنك تعمل تحسين لدخول الناس من خلال أنك تعمل عدالة اللي بياخد كثير قوي يتخفض شوية واللي بياخد أقل يزيد شوية لكن أنك تضيف هذا العبء ده جاب المؤسسة أرضا لأنه أنا كنت عضو مجلس إدارة من 2005 إلى 2009 سبنا المؤسسة فيها ودائع إيجابية صعفية 448 مليون ثم استمرت حتى في أول 2011 كان بدأ في النشاط الجاري يبقى فيه سحب منها ولكن كانت مازالت في ودائع كبيرة انتهت هذه الودائع لما جيت الأهرام كان عندها خسائر وديون خسائر مرحلة وديون 844 مليون غير ديون السيد إبراهيم نافع اللي هي الأهرام من 2005 قالت مش هتسددها اللي هي واحد وستة من عشر مليار بغراماتها بغيره من 2005 قالت مش هتسددها وفي وعدة دائما وعود كانت متتابعة بأنها هيتم إسقاطها طيب أنا في الجانب ده بس هكلمك تاني في الجانب الإداري اللي أنا بقول أنه نجاحك بقدر نجاحك فيه امتصاص الصراعات والصدمات والخلافات لما بيوصل كمان أنه لا تحول أحمد سيدنا الجاري إلى شخص آخر يعني يمكن أن يفصل تعسف فيه يمكن أن يمنع ناس من دخول الأهرام فيه روح تانية فوجئ بها البعض في الأهرام حد مسجل لحد بيجتمك فيجيب لك التسجيلات يعني زي ما كل ده بيثار ده إلحق فلان بيجتمك كل ده بيخلق مناخ عدائي جدا في المكان وفي النهاية هيحسب عليك أولا الحكاية الفصل تعسف لن يحدث هي حالة واحدة وكان قرار مجلس إدارة وليس قرار رئيس مجلس إدارة أما عمليات الفصل اللي تمت كالتالي ومنع من دخول الأهرام المنع مع هو نفس الحالة هي حالة الفصل اللي خدها قرار مجلس إدارة ومنع من دخول الأهرام دي حالة واحدة الحالة الواحدة دي كانت كالتالي بالمناسبة كانت المواجهة بينه وبين رئيس التحرير وجمع توقعات من عدد من الزملاء وقدم شكاوى فيه لكل جهات الدولة فالزملاء اللي قالوا اللي هو قالوا ان دي توقعاتهم معاه بعتوا شكوى ان هو مزور توقعاتهم ان هم موقعوش فرئيس التحرير حولها لي وحولها للشؤون القانونية فانا وفقت على تحولها للشؤون القانونية فلما تحولت للشؤون القانونية المفترض يطلع يقول ان دي توقعاتهم او يطلع يتحيي معاه الزميل اللي هو كان معاه التحييان مطلعش لا توقعات على ايه شكوى هو عامل شكوى في رئيس التحرير لجهات الدولة المختلفة ومعاه عدد من الموقعين على الشكوى فالموقعين على الشكوى لما رئيس التحرير وجههم قالوا ما وقعناش وان ده بتوقعات مزورة هو اللي عمل وبالتالي رئيس التحرير طلب تحولها لي شؤون قانونية فتحول شؤون قانونية فعلا فرفضوا ان يطلع شؤون قانونية بيعلم مرة تانية ثم بتتعلق في لوحات الاعلانية في المؤسسة عشان يبقى عرف بالضرورة يعني برضو ما اطلعش في الحالات دي بيعتبر ووفقا للقانون اللي حمقر بكل ما جاء فيها فوفقا لعقوبة التزوير الفصل فتم الفصل بعتنا للنقابة عشان تعمل نوع من التوفيق يعني تعمله ردع يجي يحضر تحقيق النقابة ما سألتش في الاول وهو ما سألش في الموضوع فتحول الموضوع قضائيا بدأ في كم من السب والقصف لكل اللي في المؤسسة والخوض في اعراض زميلات وزملاء بشكل مروع يعني فهنا حتى لو خد حكم قضائي بعد ما خد حكم قضائي بالفعل انا اعرضت الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة بحضور المستشار القانوني وبحضور مدير عام الشؤون القانونية انه بالفعل لو تمت الاعادة هل يمكن تطبيق اي قواعد في المؤسسة هل النظم الداخلية للمؤسسة ممكن ان تحترم دي هتبقى رسالة للعملين في المؤسسة ان يفعلوا ما تشقون وما تطلعوش للشؤون القانونية واعملوا اي مخلفات وهترجعوا لان فيه سبق قضائيا فهنا الحقيقة كان فيه فتوى من المستشار القانوني ومن شؤون القانونية انه القانون بيسمح في المادة بأعظم 123 انه للمؤسسة الحق في ان هي ما تنفس الحكم القضائي وفي الحالة دي بتعتبر فصل اداري وعليها بس اذا تقدم بطلب تعويض انه بتقدمه شهرين عن كل سنة من سنة حكم اذا رأت في عودته ما يضر او يسبب ازمة لنظومها الادارية او غيره وهو بالفعل فاتخد قرار من مجلس الادارة بالفصل وايضا الجامعة العمية دعمت هذا الامر فهنا ادل مرة الوحيدة الباقي بقى ما يبقى في حد اه يعني انا مكنتش يحب اتكلم في حاجات من هزا لا مش موارس سنبدا كل ده اثير يعني يعني ما يبقى في حد بيوت بيتاجر في مخدرات في داخل المؤسسة اي مش بتعاطى بتاجر مخدرات بيتاجر على زملاء واه بلا بالمناسبة عشان ما تقولش الاهرام كل المؤسسات فيها مؤسسات كلها طالما الناس التعاطي انتشر الى هذا الحد بيتلاقي في كل مؤسسة حد بيجيب اقراس او بيجيب مخدرات او شيء من هذا القبيل وانت تأكدت من ده فا لا ما فيش اي حاجة الا لو حد ضبط متلبس ففي الحالة دي اي حد كان بيجيب من حاجة من هذا النوع نعم كنتج منتهى القسوة لانه لا يجوز اصبحت مؤسسة نظيفة تماما في هذا الامر اتجار في المخدرات الصحفين ولا عاملين يعني بغض النظر يا سيد وقم مهم في حالة تانية لما يبقى عندك حد بيبقى السرق وثابت انه استولى على اموال خاصة بالمؤسسة طب هتعمل له ايه ده بالقانون بالليحة وبتعمل حتى ابلاغ فيه برا يعني اسرته تصالحت اه لكن في الاخر اتفصل يعني دفعت اللي خاده لما يبقى فيه فيه عندنا حاجة احيانا عملاء للمؤسسة عاملين اعلانات وعايزين يسددوا جزء من الاعلانات بتاعتهم في صورة بضاعة يعني سيارات او اجهزة منزلية او شيء من هذا القبيل دي بنسميها عندنا خطابات بضاعة فإما تلاقي حد بيتاجر بي هذه الخطابات يعني يجي عامل بسيط ظروفه مالية صعبة ومحتاج في المسا لا اصلا انت بتكلم هنا عن يعني قضايا التحقيفية واجب والاحالة بالزبط وكلها بشؤون القرمي لا اكلمك عن علاقات بين العاملين زي ما بقول ماشي انت قلت بعض الوقاة لكن فيه وقاة لا الجو العامي يعني لك فلان اصبحت جل فلان بيشتي بحمد بسيط وخد له التسجيل انا هاولى حضرتك حاجة فيه حد جاب لي جاب لي لا ده حصل بطوقة فيه حد جاب لي تسجيل مرة فكان على احد مديري العموم فانا كان رد كالتالي قلت له في الحقيقة الفعل الحقير نصا كده هو اللي انت عملته ان انت تقوم بالتسجيل لحد في جلسة بينك وبينه مش في جلسة عمومية جلسة عمومية اللي بيتكلم بيبقى عارف ان هو بالتسجيل ما فيش مشاكل يعني لما تبقى عامل جلسة عمومية مع المجموع الناس ده بيبقى للعموم يعني يعني انما حاجة من هذا النوع ورفضت اتخذ اي اجراء مبني على هذه الوقعة وهذا التسجيل وهذا الشخص اللي جاب لي التسجيل في الحقيقة هو اللي انا يعني خد كلام قاسي للغاية ان ده فعل في الحقيقة اجرامي انك تستغل ثقة حد فيك انت قاعد معاه وتسجله اما الوقعة التانية اللي هي حد قاعد في مجموع عدد كبير من العاملين وبيتكلم وهو اللي بيسجل عشان يستخدمه فالتسجيل ده في الحقيقة هو التسجيل المسيء للحقيقة واللي حاول انكر ان هو اي حاجة رغم ان هو بيتقال في موقع عام وفي عدد كبير من الزملاء ده اللي لا يليق ودي مش جلسة خاصة ودي مش حد بيسجل لحد ده هو اللي سجل والامن اخد نسخة من الشريط اللي هو مسجيله اه وهنا لانها شتائم توجه اليك او انتقادات فانت عقبتك مش شتائم توجه اليها هو الموضوع هنا في الحقيقة الكلام عن زملاء كلهم في مجلس الادارة ومدير العموم هنا الموضوع كمان انت مش بتستخدمها مش حوار خاص وحد سجل لحد ده جلسة تحرضية ولا اساس لا ظلة من الحقيقة لاي حاجة بيقولها يعني الموضوع في هذه الحالة في الحقيقة حد بيستخدم الكذب في محاولة ليه اثارة الطراب في مؤسسة طيب بس مش شايف انه كل ده وعنا فك كل ده يعني كده كده يعني حيتقال في النهاية الاهرام خلال مرحلة احمد سيد مجار سرعات صدمات خلافات تسجيلات مخدرات مشاكل ازمات لا عفوا لا تتوقف لهو اللي حصل هو مكافحة كل ما كان له علاقة بالمخالفات مش مسألة انه كان في وقته مخالفات ده ده اللي كان موجود ده اللي اوقف نهائيا واصبحت مؤسسة نظيفة تماما الامر التاني بالمناسبة انا قلت الحضرتك لما سلمت المؤسسة كانت مدينة 844 مليون خسائر مرحلة بديون واجبت السداد استكملا لده احنا بالفعل سددنا كان في قرض لعمرة المطابع معمول سنة 2012 كان في قرض لحوافز اخر 2013 اخر العام 2013 ده الاولين كان 47 مليون التاني كان 150 مليون اتسدد من الاولين اكتر من 68 مليون زائد 43 وقصور مليون فوائد وتسدد من التاني 132 مليون زائد 28 و 18 مليون فوائد وكالة الاهرام الاعلان وفيها طاقات بشرية هائلة كانت تقريبا شبه مشلولة بسبب الديون اللي كانت موجودة اتسددت الديون وبقت انشط وكالة في قطاع المعارض وفي قطاع الاول دور فالمؤسسة بالفعل انا يعني اعرض على حضرتك بس بشكل موجز جدا هو عشان بس انت في نفس الوقت اللي بتقول ده لك ان الناس بتتكلم عن انك انت مشيت حتى ومفيش مغتبات يعني جابوا 30 مليون من الكومة او اكتر دلوقتي يعني مفيش فلوس دلوقتي انا ادى الشؤون المالية انا طلبت منهم وقلتهم انا مقدم استقالتي يعني لا سلطة لي عليكم فده في اخر يوم يعني معمول 18 اربعة قلتهم انا هقدم الاستقالة تاني يوم وبالتالي انتوا اللي هتبقى مواصلين عن انا جيت في اول سنة اللي هي 13 اربعة انا جيت اول 14 استلمت القرار طلع اتنين واحد 2014 استلمت رسميا يوم خمسة عشان كان يوم اتنين ده كان يوم الخمس وكان اخر اليوم يعني اه كان العجز في مؤسس الاهرام بين الارادات والمصرفات 234 وتسعة من عشر مليون جنيه سنة 2013-2014 بالدعم اللي بناخده بكل ما له علاقة بمصادر الارادات المختلفة السنة اللي وراها على طول 14-15 كان الرقم نزل لي 211 مليون السنة اللي بعدها نزل لي 61 مليون السنة اللي بعدها اللي هي 16-17 في التسعة شهور الاولى انت عندك فائد 146 وتمانية من عشر مليون فائد الفرق بين المصرفات والارادات الارادات اعلى ب 146 مليون بس الارادات عشان برضو ان يبقى مفهوم الارادات غير المتحصلات الارادات يعني ايه يعني مثلا وكالة الاهرام للإعلان عملت عقود وتعاقدت والمفترض ان العملاء هيدفعوا مثلا 100 مليون بس انت عندك ليه لخصومك واكدينه ان الاعلانات نزلت 46% يعني فيه انهيار في الاعلانات في صحيفة الاهرام الوكالة الاهرام للإعلان تضاعف عملا تضاعفت اعملا اما اللي نزل فعلا في صحيفة الاهرام ده صحيح ده نزل مش صحيح حينه 46% بس النزل انخفض بالفعل الاعلانات يعني كانت من 685 او حاجة من هذا النوع اللي حوالي 625 مليون ده نزل في مصر كلها كلها يعني كل الاعلانات في كل الصحف المصرية ده ما نعمش بس الاهرام تختلف تختلف في النهاية الفارق ما هو برضو بالمناسبة ما زالت هي اكتر من 40% من الاعلانات في مصر يعني حوالي 45% من الاعلانات في مصر طيب أنا بس بمقرأت حاجات بسوعة لانها حاجات فنية جدا لو خدت النسبة اللي هي كانت حصة الاهرام من الاعلانات الورقية هي ما زالت نفس النسبة او اعلى يعني هو الموضوع التراجع العامل اللي موجود وانا اعتقد انه هو بسبب الازمة لحالة الاقتصادية العامة لما تتحسن الاوضاع الاقتصادية اعتقد ان الاعلانات هتبقى افضل كثيرا جدا طيب كمان شركة لتحصيل الديون وده بتاخد عمولة يعني وده لم يحدث في تاريخ الصحاف يعني الصحف بتحصل ديونها لما جيب شركة لتحصيل الديون هيدا اعباء اضافية واعباء جديدة يعني الحقيقة اللي قال ده يجهل ومش عايز استخدم تعبيرات اكثر قصوة من كده يجهل اي حاجة اللي هي علاقة بفكرة التحصيل او غيره ليه انا عندي الادارة المركزية للتحصيل والادارة محترمة جدا ويشغل بشكل جيد جدا لكن في بعض الاحيان بيبقى في ما يقدرش دين معين عند احد العملاء ما يقدرش يحصله فبعد فترة بيروح محوله للشؤون القانونية فالشؤون القانونية تبدأ تتفاوض الاول مع المدين وبعد كده تبدأ تقاضيه لو هذا المدين جيه حد من شركة تحصيل متخصصة قالت انه اللي تحول لشؤون القانونية وشؤون القانونية ما ادرتش يتحصله برضو بالتفاوض انه ممكن هو يحصله وياخد عموله انا بالنسبة لي طبعا يعني الجهة المنود بها التحصيل ما حصلتش في الوقت اللي هو المفترض تحصل فيه حوليته للشؤون القانونية الشؤون القانونية بالتفاوض ما ادرتش يبقى منطقة تماما انه يبقى من مصلحة المؤسسة ان انا ابحث عن شركة تحصيل وده قرار مجلس ادارة مش قراري يعني الشركة عرضت وعملنا بالفعل طيعا انت بتاخدش كرارات منفاردة يعني اطلاقا وعملنا مناصة بين الشركات اللي هتعمل تحصيل عشان ناخد اقل نسبة واتفاوضت معهم حتى عملت موارسة معهم بعد الترسية عليهم بحيث ان بالفعل خفضت النسبة تاني طيعا فيه دهت اسئلة بصور ليه بتبقى فيه حالة ابتهاج بين العاملين في الاهرام بالرحيل احمد سيد مجر انا اولا ما اقدرش اجذب بان هذا الموضوع موجود ده اللي عند حضرتك حضرتك حر فيه لكن علي الاحوال انا في بعض الامور قد تكون اجراءات اصلاحية ولكنها لا تحظى بشعبية زي كان معروف انه بيتعين الابناء الاقار باشياء من هذا القبيل ابناء العاملين انا مش ضد تعين ابناء العاملين اذا كانوا الافضل واذا كانت فيه وظيفة خالية بس اذا كان عندي المدة 30 سنة انا معين تجري 25 واحد والخمسة يعني مثلا المهندسين اللي تعينوا كلهم جاي جدا مرتبة شرف او امتياز مرتبة شرف ولا واحد من ابناء العاملين كان جاي جدا مرتبة شرف او امتياز مرتبة شرف فدي مؤسسة شعب وبالتالي من حق اي حد موتى فوق انه تعين فيها فده التعينات فبعض الناس كثيرين الراغبين في تعين ابنائهم مش متقبلين هذا الامر وما بيحبوش هذا الامر ادي واحد وبالتالي حيفرحوا قالوا ربما يأتي حد ما عندوش مشكلة في هذه الامور انه ممكن يتغاضع عن مسألة تعنصر الكفاءة لصالح انه تعين ابناء العاملين الامر التاني انا جيت لقيت وقت الاضافة اللي بيتحسب على المؤسسة ملهوش مبرر وفي بعض الناس تقعد على القهوة خمس ست ساعات وتروح تمدو وهي ماشية فده مش منطقي لازم يقب فيه ضبط وربط ولازم يتبقى فيه مؤسسة انا مع اصلاح احوال العاملين واجورهم وايضا اصلاح نظام العمل يعني بالضبط يبقى الدفع حسب العمل الناس تشتغل بجد في عملت نظام البصمة فنظام البصمة بناسبة الفصل فيه واحد اتفصل في موضوع نظام البصمة لانه راح شوه الشاشة بتاعت النظام بحيث ما تعرفش الشغالية في احد المواقع بس هو مش ذكي لان انا قبل ما حطت اجهزة البصمة كنت حاطت كاميرات لمراقبة الجهاز نفسه عشان لو اي حد اتلفه يبقى واضح صوته صورة وبالتالي عقب بالفعل بالفصل لانه يعني مش فقط عمل عمدي لاتلاف اه وصول عند المؤسسة ده كمان لتغطية فساد اخر انه هما ياخدوا ما لا يحق لهم فهنا حصل ضبط في هذا الموضوع بعض الناس في الاول على القال ما بتحبش هذا النوع من الضبط يعني الامر الاخر اللي هو مسألة الخطابات البضاع زي ما قلت لحضرتك كان يعني كان بيحصل يعني فيه لو فيه عامل غالبان الظروف وصعبة ومحتاج فلوس فيجي حد يقوله هعمل لك خطاب بخمستاشر الف وقدك عشر تلاف وياخد هو الخطاب يجيب به البضاع بخمستاشر الف ويبيعها في اي مكان او يستخدمها او ايا كان والعامل خد عشر تلاف وهيسدد بالتقصيد خمستاشر الف ده ريبة ده غير انه انتهاك لحقوق المؤسسة فاللي كانوا بيعملوا حاجة من هذا النوع تنع حقه بس شكل صارم بتتهم بعض العاملين نقول بعض يعني بالفساد كده فهل هل تتخيل ان فيه مؤسسة في الدنيا ما فيهاش حاجة لا ما فيهش مؤسسة ملائكية هو الفرق فقط ان الاهرام تطهرت من ده يعني كل المؤسسات فيه الفرق ان المؤسسة الاهرام كان عندها نظام للإصلاح فتطهرت من هذا الامر فبالتأكيد هذا التطهير هذا الإصلاح بيعمل بعض الحساسيات اضافة لمسألة يعني الجوانب الخاصة بان الناس ما بتقدرش انه يعني هم عايزين زيادة وانا شايف انه حقهم انه يبقى فيه زيادات لكن منين لازم تشوف ارادتك اللي موجودة وإذا كنت بتاخد دعم من الدولة ما ينفعش وانت بتاخد دعم من الدولة ان انت تقول ان انا هزود حاجة انا اقولك بس مش ده بيحزينك يعني بعض الناس بتاخد من مواقعها بحفلات تكريم محمولة على الاعناق لكن لما تلاقي البعض بيكسر أولى الاحتفاء برحيل احمد نجار وفيه ناس بتحتفل وباحتفاء استثنائي لما انا رحت اليوم اللي رحت الاهرام اول امبارح يعني انا كانت في الحياة طبعا كل اللي جولي كانت مظاهرة حب واحترام لانوا معارفين ان انا حطيت المؤسسة على يعني خطوات اصلاحية لم تشهدها من قبل الحاجة التانية انه انا لما جيت كل اصول المؤسسة لم يسأل فيها اي حد قبلي كل اصول المؤسسة دلوقتي تحت الاستثمار يعني فيه قرية سياحية في الغرداء فيه المشروع مجمع سكن فيه المؤطم وطبعا البيروقراطية المعوقة للاعمال تتولى تعطيل اي شيء لكنه ينتهي يعني بس هلما الوقتي خصومك يشاككون في كل ذلك بل حولوه الى بلاغات المجمل في النهائي يعني احمد سيد مجر اشتغير محارب للفساد مفيش ولا بلاغ حتى الان قبلغت لي يعني ولا بلاغ كلام لانه ببساطة يعني موضوع يعني فيه حد في الحقيقة سمعت انا ما شفت اشعني حد قالي ده حد بيقول انا ما بقولش اشخاص اشان كمان بيقول ده بياخد 600 الف بتاخد 600 الف 600 الف فقلت اللي قال حاجة من هذا النوع اللي يقول حاجة من هذا النوع محتاج يروح مصحة امراض عقلية ليه ما انت بتاخد 42 الف من منصبك فقط نقطة و150 الف من ولا مليم من الجامعة ولا مليم ولا مليم بحصرا مجلس الادارة انا احضر مجانا اللي جان كلها احضر مجانا الكل ما له علاقة بشركات الاهرام اللي انا برأسها كلها او كنت برأسها كلها بحكم منصبي ولا تلاقي الوساط كل واحد فيهم في الاجتماعات اللي هي بتاعت مجلس الادارة اللي كل شركة من الشركات لا يح يعني قدامي لا يحصل على بدلات لا يحصل على بدلات الباقي حصلنا على بدلاتهم الموازنة لا احصل على مقابل او مكافئة الموازنة او الميزانية اجتماعات الجامعية العومية اطلاقا ولا مليم بالمناسبة انا لما جيت كان الراتب كالتالي اتنين وتسعين الف وبعد الضرائب يبقى حوالي تلاتة وسبعين الف ده العفوان الحافز الراتب كان عشر تلاف جنيه انا خفضت الراتب بستة لاف لستة لاف واحد ستة لاف واحد ليه لان كان فيه زميل ستة لاف زميلين يعني فانا عشان بس يبقى زيادة عنهم واحد بحكم رئيس مجلس الدار لازم يبقى اعلى فزودت جنيه واحد فخفضت غتيب الاساسي اربعين في المية خفضت حافزي تلاتين في المية ثم طبقت الحد الاقصى لأجر قبل ان يطبق في الدولة وبالمناسبة اللي عامل هذا الهزل يعني قدم شكوى اعتقد انها كانت للرئاسة فالرقابة الادارية جات وقلت لهم انا مطلع قرار اما جيث المؤسسة بسأل المدير عامل الرقابة الداخلية مش الادارية اه انت اوضاع المؤسسة قال لي لا معرفش ليه قال لي مفيش حد بيسمح لي بالاطلاع على اي شيء فطلعت قرار مكتوب انه كل يسمح للرقابة الداخلية ولكل الاجهزة الرقابية في الدولة بالاطلاع على كل اصول ومستندات المؤسسة لان دا المصلحتي والحماية الشفافية والحماية ان المؤسسة تصير بشكل نزيل بس ليس صحيحا ما يثير البعض من ان الرقابة الادارية حققت معك لا الرقابة الادارية لما جاء وقتها فقلت له تروح لشؤون العاملين بشكل ودي ولطيف الحقيقي يعني شؤون العاملين ومش هكلمهم انت هتروح مباشرة وتشوف انا باخد فطبعا شيف لانه وانا دلوقت مش في المؤسسة يعني مش ما عنديش سلطة في المؤسسة يقدر اي حد يسأل شؤون العاملين ويجيب المستند منها انا لم اتلقى الا راتيبي وفقا للحد الاقصر طيب يعني حكاية المية وخمسين الف ده هزل ده محتاج ويروح مصحة عقلية اللي بيقول الكلام ده طيب وجاب لي نفسه عربية بي امي دابلو وجاب لي نفسه اعمل بها ايه العربية بتاعت المؤسسة لسبب انه كان العربية كان فيها ست سيارات اللي هي لرئاسة مجلس الادارة عشان لما بييجي ضيوف للمؤسساتين ايه لهم ازاي فحصل انه بالفعل بقت فيه عربية واعطالها كثيرة عربية مرسيدس واعطالها كثيرة فاتاخد قرار وقرار مجلس الادارة برد مش قرار فرد يعني حتى في دي انا عرضت على مجلس الادارة واتاخد قرار مجلس الادارة وجات عربية وانا هي بتتنقل بعربية واحدة وانا ماشي بعربيتين الكلام ده لو كان في بعض الرؤساء مجلس الادارة كان بيبقى ماشي بعربية وعربية تانية الحرس وعربية تالتة ايه انا ما كانش عندي دا نهائي هي عربية واحدة وعندي ما كون بتحرك في اي تحرك شخص كنت بتحرك بعربيتي يعني بروح بلدنا لما بروح كفرهرين يعني بروح بعربيتي الشخصية لما بروح اي اسكندرية او اي مكان اخر او ساحل او غير وكنت بروح بعربيتي انا اذكر وقع كان استاذ استاذنا يعني استاذ الاسد وكل مستاذ هي كان رحمة الله عليه فانا كنت بزوره في يعني في الساحل هو في احدى القرع في الساحل هو كلمني او انا كلمته فقال لي انه موجود في الساحل لو ممكن تعدي علي عديت علي هنا فهو راجل كان يعني مستوى من الرقي والنبل استثنائي وبروتوكولي جدا فانا خارج خرج معايا يوصاني لحد الباب فقال لي فين العربية فقلت له دي فامتعد فقال لي فين السواق قلت له ده دي عربيتي وانا لا قال لي لا يجوز انت بتنتقل في اي مكان بصفتك كرئيس مجلس اقدارة حتى في انتقالاتك الشخصية فلازم تبقى عربيتك معاك ومعاك السواق قلت له لا انا ده قرار انا واخده وانا بطبق على نفسي في كل انتقالاتي الشخصية بنتقل بعربيتي الشخصية وانا اللي بتصرف سواء طيب تعتقد انه ازمتك مع السفير السعودي السفير احمد قطان اللي وصلت الى حد التراشق بزجاجات المياه جزء من الازمة او اجيجة الغضب السياسي على احمد سيد نجار لا خليني اقول لحضرتك حاجة انا في يعني انا دوما بقول انا في كتاباتي بنتصر للحقيقة للعلم لمصلحة الوطن زعل المعارضة تزعل زي ما هي عايزة زعل الحكومة تزعل زي ما هي عايزة زعل الرئيس هم حر يعني انا في النهاية بنتصر للحقيقة لعلم لمصلحة الوطن لكن في هذه الواقع انا عايز اشيد بالدولة المصرية وبموقفها سندتك؟ طبعاً ليه؟ لانه حصل انا في الحقيقة طلب مني السفير الجزائري انا مكنتش حابة اتكلم في الموضوع نهاية طلب مني السفير الجزائري اني ما اتكلمش في الموضوع لانه الموضوع تم على ارض جزائري هي منزل السفير الجزائري منزل السفير قلت له خلاص انا في الحقيقة تم التجاوز علي لفظياً فرديت بقموس المصر كله تم التجاوز علي بالمية فرديت برضو بنفس الطريقة وخدت حقي فخلاص انا ما عنديش حاجة وانا طالما خدت حقي بقى مستريح تماماً فهنا الحقيقة والخطأ بشكل جسيم تم من الطرف الاخر البدايات كلها يعني انا مغلطش خطأ رديت الخطأ يعني هنا الدولة سندتك ما قالت لكش ايه اللي عملته دا دا ممكن يهدد على الحصم يعني الحقيقة اللي كلمني تاني يوم كان أستاذ هيكل فرحت له فقال لي ايه اللي حصل فقلت له اللي حصل بالطبط فقال لي اكتب دا للرئاسة فكتبته بس بعد ما وصلت الحاجة بنص ساعة للموضوع انتهي لانه في الحقيقة لانه احنا ما كانش في غرفة مغلقة كان في عشرين واحد ويعني كان في سوريان صفراء وكان في وزير يعني استفير والوزير المحمد العرابي كان موجود وبالتالي يعني سمعت شهادات الآخرين لان احنا مش في غرفة مغلقة فالشهادات كلها كانت يعني منصفة من هذه الزاوية وبالتالي دي دولة كبيرة فبتحترم انه لا يجوز الاعتداء على حد بيرأس مجلس ادارة اكبر مؤسسة صحفية فيها لانه انا اللي تم الاعتداء انا رضيت الاعتداء دي كرامتي وكرامتي المؤسسة وكرامتي البلدين طيب خليني اخد بقى السؤال الاخير اللي هو في المجمل كده في النهاية هو بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة عشان فيما اتعلق بي نتائج الاعمال اللي هي طلعتها الادارة العامة للشؤون المالية طيب هو ليه لما فيه في سنة 2016-2017 فيه الفائد ده ليه في ازمة لان ده فائد ارادات عن مصرفات لكن لسه ما تحولش التحصيلات اضافة لشيء اخر انه في قرار تعويم الجنيه المصري عمل كرسى لمؤسسة الاهرام لانه انا مدفوعاتي كلها عن مواد مستوردة ورق احبار زنكات قطع غيار اجهزة كمبيوتر سيارات الى اخره سيارات نقلة او سيارات او اين كانت فده تضاعفة المدفوعات يعني كنا بندفع خمسمائة مليون بقى الف مليون فاحنا طلبنا من الدولة انها تعالج اثر الاجراء اللي خدته يعني وكان رئيس الوزراء اعلن انه هيعالج ده حتى لشركات القطاع الخاص لا ميتم اي شيء حتى الان وبالتالي عمل ازمة يعني الازمة بتاعت حضراك بتقول المرتب طالبي اه يعني يعني انت بتتحدث عن نجاح والناس بيقولوا ان اعمد سيدنا جرساب المؤسسة واحنا مش لقيين مرتبات بالمناسبة العاملين والصحفيين تجابوها من 30 مليون ولا مش عارف لا هو كان البديل كالتالي انا قبل ما امشي رتبت مع ادرع عامة للشؤون المالية انه لو هما جابوا الفلوس اهلا وسهلا ما جابوش الفلوس هنوقف دفع الورق عند البنك ايا كانت النتيجة اللي هتتم على اساس ده اه وتدفع المرتبات لان لها اولوية مطلقة لكن ليه الورق لانه في الحقيقة بس كده ما فيش نجاح يعني كده انت انت ماشي على الحفة على الحفة بسبب الدولة سبب قرار حكومي مش السبب اي انا يعني انا بقول لك الاداء المالي قبل ما يبقى الموضوع عندي هذه الاضافة الهائلة في المدفوعات يعني فجأة كده مؤسسة بتدفع مشتريات 500 مليون بقيت 1000 مليون تعمل ايه وفي نفس الوقت المنتج بتاعي الجورنال مرتفعتش سعره الاعلانات مرتفعتش اسعارها فضت زي ما هي لا حتى سعر الاعلان نفسه سابت انما الانخفاض ده بمناسبة حالة عامة في الاقتصاد مش الاهرافة اما الوكالة الوكالة تحديدا اللي هي كان بيرقاسها او ما زال يرقاسها او استاذ الشام لطفي اللي هو رئيس مجلس الادارة حاليا هي في الحقيقة عملت طفرة بسبب ان انا كنت معني من اللحظة الاولى بدعم الوكالة بسدد مستحقات الغير عندها فتوسعت اعمالها بالفعل وبدأت بالفعل تبقى عندها افضل اداء كوكالة اعلانية اعتقد في مصر بحالها طيب بس هنا انت بتكلم عن انه سددنا ديون لكن في النهاية اللي جاي بعدك هيقول انا في ديون متركمة سبهالي احمد سيد نجار وحيتكلم ايضا عن الديون لا في ديون في ديون بس هي جاي منين من جزء من اللي كان موجود قبل ما ناجه يعني هي 844 سدد 348 الباقي ايه ما هنت في ديون يعني في ديون ما زالت موجودة ديون وبعض الامور طبعا قبل قرار تعوين الجينيه المصري كانت المؤسسة انا كنت اعتقد يعني ان في نهاية عام 2017 هتبقى المؤسسة مش محتاجة اي مليم دعمة من الدولة لكن القرار اللي خدته بتعوين الجينيه ومضاعفة كل مدفوعات المؤسسة عن مشترياتها هل هي مستوردة كلها بالفعل ادى الى انه يبقى يعمل خلال هائل في كل اللي احنا عملنا طيب سؤال الاخير وانت ماشي كده البعض كان خلال حتى الاشهر القليلة الماضية بيصدر انطباعا لانه رئيس مجلس ادارة الاهرام مغضوب عليه سياسيا او يعني لا تريده اجهزة ودوائر سياسية وده كان منتشر بشكل كبير وكان البعض بينتظر حتى انه بالتأكيد احمد سيد نجار حيمشي اما لمواقفه التي ربما تختلف او لبعض المشاكل والازمات اللي حصل تعتقد وانت ماشي انك قلت انا يعني ماشي وفي غضب سياسي علي فليكن المهم ان انا اكسب قناعاتي وايماني بقرائي وبموقفي الحقيقة انه من اول ما اشتغلت من اول مش في رئيس مجلسي ده من اول ما اشتغلت في الاهرام خدت قرار واضح وصريح بيني وبين نفسي لن انتصر الا للحقيقة للعلم لمصلحة الوطن اختلف ده مع المعارضة هي حرة مع الرئيس مع الحكومة وفعلت ذلك في كل العصور في فترة مبارك في فترة دكتور مرسي في فترة المستشار علي منصور في فترة الرئيس السيسي في فترة كلهم لم في فترة المجلس العسكري دائما كتاباتي كانت ولو راجعتها هتلاقي انا كاتب كتاب في فترة مبارك اسمه الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك ده 2005 حقائق الفساد والبطلة والركود والغلاء طيب بس انت بتشعر رئيس مجلس دارة الاهرام يعني حينما تغضب عليه دوائر مختلفة واجهزة مختلفة فده يعني لا يحدث كثيرا يعني ربما هي الصادقة الأولى من نوعها لكل حاجة مرة أولى فديل ما خلينا نعمل يعني المرة الأولى في هذا شأن انه في حد ينتصر لاستقلال إرادته وللحقيقة والعلم وموصلحة الوطن ولقيمة المؤسسة كمؤسسة قومية تستوعب كل التائرات والاتجاهات السلمية والوطنية وليست كمؤسسة تابعة للحكومة أو زي ما نقول شفايف الحكومة طيب أنا بشكرك في كل الأحوال هنبقى نتابع معكم جماعة لأنه في عملية إرهابية بالطريق الدائري والشرطة بتطارد من أطلقوا النار على الشرطة وحنقول لكم يعني نتائجها بس في كل أحوال دكتور حمد سيد نجار أنا بشكرك من غير دكتور أحوال يعني تناولنا يعني معظم القضايا وزي ما قلتلكم أنه القضايا بتكتسب أهميتها من قيمة وحجم الأهرام وكمان من قيمة أطراف هذه المشاكل يعني تناولنا كل الجوانب والقضايا ما هو سياسي فيها وما هو مالي أيضا بعد الفاصل